موسيقى نحن نعيش بصورة مبكرة عن الشيخوخة اللي هي طبعا مبعيدة موسيقى بالنسبة لي هذا هو عمر يعني بالزمن الطويل او زمن القصير بالصمد او بالقول او بالألم او بالمقاومة يعني كان هيدول ثلاث مفردات بتجمع كلشي فهيك هو هذا هو الفيلم موسيقى اول شي لا ارجع ليش هو ضل فترة طويلة ما قربت على المواد المصورة لاني كنت انا مصورة هو مسودة يعني وقت صورته عمر هو نادى لي كنت انا بالشام وعرف اني قلت له انا حابة عمل فيلم قال لي بتاعي صوري هلا قلت له انا ماني جاهزة قال لي لا بتاعي لاني انا قاعد صار له كان له سنتين قاعد مع امه المريضة عم يعطيني بشيها فقط لا غير ما عم يعمل اي شي تاني هاي بالالفين وتسعة فرحت لعنده وعدنا تحدثنا وهيك وعطاني كاميرا وصورت فيها طريقة كتير ارتجالية عفوية وبعدين ضبيت المواد ورجعت على اساس بدي ارجع بعد فترة مع اكيب واشتغل بشكل بروفسيوني يعني حرفي مصبوط ومرت الايام وبعدين توفت امه بعد فترة قصيرة بعد ما صورت انا وتوفى عمر بعد امه بفترة قصيرة كمان هلا وقت بلشت الثورة الحقيقة نصيت المواد انا لانه كانت بالنسبة الي هي مسودة وما كنت فكرة انه فيها شي مهم لانه ذاكرتي تراجعت بعلاقة بايشي قبل الثورة فصار عم مراكم كلشي بس الو علاقة باليوميات الثورة اليوميات الساحرة بالبداية والتراجدية بالنهاية فما كنت ابدا عم تذكر اني انا مثورة فجأة بال2018 بعد ما شوي سعقنا بكلشي وقف وكلشي كأني حبيت دور عضو محل معي يعني لانه هيك صار فيه سواد حاولينا بعد كلشي صار بالانهيارات الثورة يعني فشفت المواد وتفاجأت حسيت تماما انه كانت وصية قبل الموت لانه فيه كتير لحظات بيحكي عنه كأنه رايه او كأنه شاعر انه هو بدوره مع انه ما كانت اسامة في امه فصرت محرجة بمعنى العميق للكلمة انه انا لازم اعمل شي بهاي المادة ومنفس الوقت هي مادة غنية جدا كقول بس كتير ضعيفة كصورة فغامرت قلت بدي اعمل هادا شي لانه هو فعلا هيوصيه لعمر وضليت دور كيف دي اعمل فت يعني ملت انه تكون كأنه رسالة إله اللي احكي له شو صار بعد مراه لأنه بعرف قده كان هذا هم اساسي بحياته انه يصير تغيير بسوريا فشفت انه هي فيني احكي لعمر شو عم يصير وبنفس وقت انا احكي شو عم يصير متل ما انا حابة يعني طيب اشتغلنا سوا بنعرف بعض منيح شو خطر على بالك للأسف انه هيك فيلم ومثل الفيلم اللي قبله هو اسمه محاصرون مثلي اللي هو كان فيه فاروق ماردنبك ومجموعة كبيرة من السوريين فلسطينيين عرب الاخرين هي افلام لا يتقبلها هلأ المتفرش اللي تعود على الافلام اللي فيها بقتذر كتير عن الكلمة اللي فيها اكشن اللي هي عم تحكي عن التراجيديا السورية بطريقة كتير بالعلاقة بالعنف باستعراض بقرارات محسومة ومقولات جاهزة ففيلم عمر انا عرفت بعدين انا غمرت اني اعمله هلأ لانه ما كان فيه تلقي ايجابي او رغبة عند الجمهور خاصة جمهور برا اذا بدك اللي تعود عليك افلام كان عند نوع اخر ما عد حدا فاضي لهذا الفيلم الطويل لانه كمان قصت انك تعملي فيلم طويل او افلام قصيرة يعني الجمهور اللي انا بهمني يسمع اللي عم يقوله عمر ما عد فاضي لهيك نوع فكان بالنسبة الي فيه خيبة بالتلقي ما حدا بيقد بيشوف فيلم ساعة وخمسين دقيقة هيك يعني ما عدد موجود بس انا بالنسبة الي كان كتير كتير ضروري انه عامل هيك كوثيقة تبقى على بعدين ممكن الناس بعدين تلاقي قيمة الكلام بتبع عمر فيها يعني بس بالواقع السوري ما بعتقد حدا هلأ جاي عباله يسمع هيك هيك امتي باع موسيقى اجيت بعد ما خلق مع غدى امه هيك قال لي تاعي بعد غد ما غدية واجيت وعرضنا لفترة يعني كان نهار طويل مو انه بيجي الليل بسرعة وكان كتير كتير مزاج التصوير لانه في شغل دايماً حوالي حفر وحفر وحفر وبناء وحفرت فمشا هيك مثلاً كان صوت كتير سيئة وانا ما كان معي شي يعني لأعمالي المهم انه هنن يعني عندي خمس ساعات فقط يعني كان صورت بساعة متين لساعة سبعة أو هدشي طبعاً فيهن اشيات تانية وطبعاً انا اشتغلت على محاور متل ما عم تقولي بس ما فيشي ما نو موجود بس فيه قصة تفاصيل تانية اكيد موجودة بس كمحاور او كلحزات بالنسبة الي مهمة يعني الى علاقة ببلوك هيك يعني يعني متل ما انتي سمتيهم تماماً وكلهم متل ما قلتي هو تحت عنوان البوح واللي هو كان بالـ 2018 تفاجأت فيه يعني وقت ثورت كنت هيك يعني راه بالحديث وكذا ومبسوطة وانو عم يحكي وحابة بيحكي اللي بالضياء ولكن بعدين وقت شفت حسيت انو هاي سروة فضيعة لانو عمر لا يبوح هو من النوع اللي مسيطر على المفردات اللي بتطلع منه بشكل كتير هيك حكيم ودقيق ومتوازن فما بيروح ابداً لأماكن اللي هي فيها عواطف مشاعر انفعالات كتير كتير دقيق بهاي الشغلة فكان مفاجأة كبيرة إلي بالـ 2018 وقت سمعته وهذا واحد من الأسباب اللي قلت لازم لقي حل فني لأعمل بهاي المادة اللي هي متل ما قلت فقيرة بصرياً يعني فغير وقت طبعاً مشوف عيونه وشيبته وتعفاء وانفعالاته هي طبعاً هو رجل جميل يعني فهو طبعاً كان هيك بين قوسين كان بيلعب على هاي يعني كنا نحنا من نسميه بالفرنساوي شاغمغ يعني هو بيحب يكون هيك يجذاب وكذا بس إنه ما حدا يقرب يعني فالمهم إنه بالفيلم في كل شي حاب يقوله عمر أكيد أنا ما شلت شي أبداً أساسي بس كان مستحيل أعمل يعني ممكن بالمستقبل ممكن أعمل ماتة فيها بس هذا اللقاء هيك يعني وفي فترة فكرت إنه هيك بس أعمل اللقاء كامل يعني يعني إذا ما كنت ملاقي حل إني حت مواد أنا مسورتها أثناء التصوير معه كنت أنا رافقه يعني ك ناحية حرفية يعني بالشغل كنت معه أحياناً مساعدي أحياناً المنتجة ففي لقطات بالفيلم إلي علاقة بإني أنا كون عم مسور معه هي مع وراء الكاميرا يعني كيف هو بلاحظات بالتصوير مع سعدالة والنوس أو مع محمد ملاس بالأرنيترا إلي آخرين فاعتمدت على هاي المادة وفي أشياء صورتها بباريس إلي علاقة ببيته الحالي أو مشهد اللي عملته عن أسماهان فا فبمعنى ما إنه هاي المواد كانت هيك جاية بس حتى تساعدني إنه أخلق بناء للفين بس أكيد الأهم هو البوح تبع عمر يعني لا كنت ممكن تطلع ضابط جيش ناجح جدا ايه بجوز أرضي من السينماية يعني بابت المقلابي بابت المقلابي طبعاً لا طابت هيك هي أطلعت قاعد ومنزل على أحبط بوضة وشركست الشاي من هون لمرتي تحضر لي غدا ورجع الساعة واحد يأكل يبزو على حالي يعني يبزو على رتبي أصلاً أول شي بحب قول إنه لو عمر عايش ما بيقبل إنه نسمي نيدال أو نسمي سينما تبعه نيدالية أو هو المناضي لا يأكيدك ما بحب هاي التسمية بالنسبة إلي بقلك إنه نحن عمل منشي ثلاثة شهر بماس بأعداد عملنا عرض بمرسيليا لخمس أفلام لعمر وفيلمي عنه ضمن مهرجاء اسمه أفلام عرضنا فيلم الحياة اليومية في القرية السورية وبتكتشفي وقتها دي الفيلم إنه هو معمول بـ 72 يعني خمسين سينة ما يمروا الفيلم الجمهور بيتفاعل معه كأنه هلأ فيلم هلأ عجد كان بالنسبة إلي هيك عطاني قوة فضيعة وقت شفت الناس بطالة كبيرة وهك كيف هنين عم يتفرجوا هاد الفين بشغف وبفضول وبإنسات بس لأنا قيب هيك عام من انقلاب ومجون ويعما راحب معركة مثلا ويعجب التلفزيون مثلا ويحتجون مولا يصير مخرج يعني لا يصير لا يقضي على التفاهة فيه يعني لا مشان يطلع يعني يعمل بلاغ الأول شو خصوصية سينما عمر يعني برأيي انه من حسن حظنا انه هالخمسين سنة فرجونا هاي الخصوصية كمان انه كيف فيلم يبقى حي ويبقى ينبض بالواقع اللي احنا هلا عايشينه للأسف لأنه واقعنا استمر كمان خمسين سنة يعني هيدا الحالة البائسة السياسية الموجودة بسوريا أو بأماكن أخرى من المنطقة هي كمان مستمرة خمسين سنة بالتالي لذلك يستمر انه هو يلامس الواقع لأنه الواقع لأسف متغير إنما للأسوأ ولأكثر عنف ولأكثر قمع فهات كمان بيلعب دول هلا في شي تاني إنه كان وقته عمر عم يغامر يعني هو كان فيه مغامرة بالشغل وفيه نوع متعب الاكتشاف بهديك الأوقات وقت عمل حيار اليومية في قرية سوريا وقت عمل الدجاج مبارئ هتشفنا الدجاج الناس تضحك 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 بالفيلم يعني عنده طاقة فضيعة على السخرية المرة الحدي وبتحسي قديه هو مستمتع وهو عم يعمل هالشي فهو ما بيعمل فيلم اللي يكون مستمتع فيه بهدا الاستفزاز اللي بيعمله للناس ولقلنا ولقله ولحاله فكله هاد بيلعب دور بهاي الخصوصية وبي دايما عنده نوع متحدي بشغله ودايما متل ما بقول أنا ما سألان عن الرقابة هيك بقول أنا بفيلمي عنه بالنسبة له فعلا الرقيب يلي هو دايما ورا ودايما صار ينمنع فيلم عمر قبل ما يشوفوه يعني يعني بديه فيلم لعمر امير رايب دوين مني وما هيك هو ما حاسس بهدا الرقيب لانه لحاله عم يشتغل اللي بديه فكله هاي تعطي هاي الخصوصية لعمر بالاضافة لشيه له علاقة بالجدة يعني كان فعلا نوع جديد اللي هو عم يعمله بهذه الفترة هلا انا ما بقدر قارن ابدا مع الناس اللي اشتغلوا بعدين بعد الثورة فانا بالنسبة الي وقع شغلن علي انت اللي وقع شغل عمر يعني قصدي اهميت الشي اللي عملوه لا يقل عن اهميت اللي عملو عمر لانه في كان كمان مغامرة كمان في رغبة بقول الحقيقة بس كان ثمنة غالي جدا جدا له علاقة انه سجن او موت للي عم يرفع ايده بالموبايل اللي عم يسور بالمظاهرة مثلا يعني بغض النظر شو بده يعمل بعدين بالمال دي فبالنسبة الي وانا اصلا اول ما حكيت عنهم وصرت جيب مواد وفرجية بفرنسا كنت سميهم اللي هو اسم المؤلف يعني الفيلم دوتور انا كنت سميهم دوكيمونتير دوتور لانه الاوتور هون عم ياخد مكان بلحظة وعم يفرجين عشو عم يشوف ولكن ثمن هالشي كان كتير كتير غالي وبعدين تطوروا كتير وصاروا يعملوا يعملوا يشتغلوا على الكادر الشباب والصبايا صاروا يعملوا تعليق صاروا يفرجون على المكان لانه كانوا الناس يقولوا هادا كذب وهادا بستوديوهات الجزيرة وما بعرف شو فصاروا يلبوا كمان الحاجة لانه الناس تصدقهم اكتر تقتنع معهم اكتر فكل هذا الطريق اللي مشوا فيه انا كتير بحترموه وبقدرو وبعتبر انه فعلا الثورة السورية رغم الكوارث اللي صارت بالاخير ورغم يعني الصدمة تبعيتنا اللي صارت انه كل شي جميل وقف وارتفعت نسب العنف والفلوس والسلاح والاخريه بس رغم هيك انا بقول انه الثورة السورية اذا الى فضل لا هلا غير انه الناس فتحت امه وصرخت بالشوارع انه فعلا الفن صار ملك الكلم يعني اي انسان عنده صار اداة يمفسكها ويعبر فيها هادا بفضل الثورة قدر يعمل هالشي وهاد بشوفه هو الى بعدين غينة كتير وثروة مهمة كتير يعني بيقلمني كتير يعني فعلا انا كل حياتي اللي بفرنسة كل حياتي يعني صارتين اربعين سنة يعني كان بالنسبة الي كل حياتي يعني راجع فعلا بكل معنى الكلمة يعني كان مستحيل تفكر انه ما بقى رجع بس وقت شفت مساء انه كيف انا حطيت الكاميرا بنهاية فيلم عمر او ما كنت عارفة انه هتبدي انه الفين كيف حطها كاميرا بقلب مقبرة هي لقطة قديمة انا مصورتها من زمان هي اثناء تصوير الفيلم عمر بناترا كيف حطيت كاميرا بمقبرة وهكا انهيت الفين بعدين فيلم مظاهرات والاخري فيبدو هيك وكنت من يوين حدا سألني شو بدك تعملي السارت لو انا ما بقى بدي عمل شي وسائقي بس انا بالحقيقة عم بعمل فيلم عن الموت عم بشتغل فيلم وسائقي عن الموت وماني حبي اربطه بسوريا بس هو الاسف مرتبط بسوريا ففي قبول عندي انه انا عصار البيني وبين سوريا فيه موت كمان يعني فهذا الشي ما بقدر اتقبله بس هو حقيقة الاسف بس اذا بدك فيه شي جديد انا بحياتي هو بارح ما بعرف مين عم يحكي معي انه انا بأنا التي تحمل زور الى قبرها بعتبر انه بديت حياتي جديدة لانه كان فيلمي الطويل الاول وقت صار عمري خمسين سنة يعني فهلا كنت احكي كتير انه كلنا كتير مثلا في سيدة اسمها عائشة ارنقود شاعرة سورية عايشة من زمان بسوريا وانا هي اكبر مني يعني بس نحنا اللي يعني فوق الخمسين ستين كنا نقول انه بالالفين ويدعاش هلا اولدنا كانا هات الشعور 2013-2012 حتا فيلمي مع فاروق مردم اول سبب خلاني افكر اعمل فيلم عن فاروق واللي هو انا صديق قديم وبعرف اديه هو قيمة ادبية انسانية سياسية فعلا قيمة عالية جدا بس أنا بلشت أحب أني أعمل عنه فيم لأنه صار ولد صغير مع الثورة يعني بمعنى حسيت صار عمره عشرين خمسة وعشرين سنة بإندفاعه بحماسه بإيمانه بمشاركته يعني مستحيل تصدي إنه هاد فوق السبعين وهو موجود فعلا كشب صغير بيناتنا كان هيك بنقاء فكره بحماسه وسخته يعني بإيمانه بهاي الثورة وهيك فكلنا اللي برا ما بسمح لحالي عن أحكي اللي عن الجوا اللي عمرنا فوق الخمسين أو فوق الستين حسينا إنه شبابنا اللي مثل ما بيقول سعد الله والنوس إنه أنا شبابي سرقته إسرائيل نحن شبابنا اللي سرقوا النظام اللي كنا بالسجون أو كنا محرومين من القول أو كنا محرومين من التعبير هذا الشباب حسينا كأنه كان مخبينه هيك بصندوق صغير ومع الثورة فتحنا ورجعنا كلنا شباب متلنا متل شباب الثورة اللي كانوا بسوريا يعني ففعلا أنا ما عندي كان أي إحساس بالكبر أو بالإنه أنا اقتربت من السبعين أو أنا عم خطير كان عندي إحساس إنه أنا صبية أكتر من بنتي اللي هي عشرينية أشوف عندي طاقة وجلد وهيك دراعت عالحركة وعالعمل لا نهائية وفعلا خلال هالعشر سنين يعني اشتغلنا بطريقة جنونية بدون نهار وليل نشتغل للأسف هلأ بحس إنه مش هايك يمكن فكرت بالموت هلأ بحس بهاي السنين الأخيرة بعد الخيبات الفضيعة وتراجيديا لا يعني لا شبيهة لها اللي عم يعيش فيها بلادنا هلأ يعني المواطن السوري أو المواطن اللبناني كمان فهلأ بحس بلشت بحس بالعمر يعني الشي اللي عم تقولي عليه اللي علاقة بالكهولة أو بالموات يعني هلأ بحس إنه بلش يصير فيه شي اسمه موات متل وقت بصير فيه موات بالأعضاء أعضاء الجسم بعضها بصير فيها موات بلشت حس إنه إذا ما إجا شي اللي ينعشني متل ما صار بالألفين وإدعاش أنا هلأ أحصير عجوز فجأة يعني فعم حاول قاوم وأنا ما عندي قدرة هلأ على المقاومة غير بالسينما يعني إذا ما قدرت إذا ما اشتغلت إذا ما عملت شي بحس إنه كأنه استسلمت للعمر للزمان للموات وأنا ما عم بدي استسلمت يعني إذا عم بدي هاي الرغبة بالمقاومة ترجمة نانسي قنقر